إنما الطالب زينة في طبعي زينة عارف منك أنت إزاي كان شغفك بالقراءة أو حبك للقراءة بشكل عام وفي النهاية تأهلتي أن أنت تدخلي المسابقة وما شاء الله إحنا بنقول فايزة بالقارئ الماسي مش الدهب حتى على الفضي لا لا هو مش ماسي حضرتك مش ماسي معناها أن في قبلي فضي في قبلي دهب هي اسم الفئة الخاصة بالطلاب الجامعيين تسمى بالطالب الماسي لكن الفئة الأصغر مننا القارئ المثقف وفئة المعلمين المعلم المثقف لكن القارئ الماسي خلي بالك مع فكرة الماسي ده حتى قيمتها أغلى من الدهب أكيد فخريني طبعا يعني مسمى عظيم يعني عرفين نفسك الأول أنت طالبة فيين عمرك كم سنة من أي محافظة أنا اسمي زينة بحمدي أنا طالبة في كلية الطب البشري الفقر الرابعة أنا أصلا من الده أهلية لكن أنا في كلية طب جامعة برسعيد تنسيق ما ودنيش المنصول جام بعيدة أنا عندي 21 سنة فأنا سألت سؤال شغفي في القراءة بدأ إمتى أنا كبرت على أمي بتقرأ على مكتبة ماما في البيت فيها كتب من جميع مجلات المعرفة فمن وانا صغيرة وأنا لقيت ممت بتقرأ فبدأت تسألها بتقرأي إيه؟ طب شاركيني في قراءاتك طب أنا عاوز أقرأ معاكي مرة في مرة يعني بدأت في القصص قصيرة مثلا قص الأنبياء السيارة الذاتية بعدين الموضوع اللي بتطور معي شوية بدأت أقرأ كتب فلسفة وعلم نفسه وتاريخ ومجغرافيا ده من عمر مبكر يعني طبعا طبعا دور للأسرة طبعا دي حاجة مهمة جدا أن دور للأسرة أكبر دور للأطفال أن هم يتشجعوا على القراءة فأنا بدأت مع نفسي طبعا لما أكبرت بقى شوية بدأت أن أنا أقدر أختار المجالات اللي أنا حاب أقرأ فيها كانت أكتر مجالات بحب أقرأ فيها المجال العلمي طبعا نظرا للتخصصي لكن لما دخلت المسابقة أكبرت مش أكبرت لكن أنا اخترت أن أنا أقرأ زي ما أستاذ خالد تشرف وقال أننا نقلمت عندنا على الأقل خمس مجالات أنا الحمد لله قرأت في تسعة مجالات من مجالات المعرفة تاريخ، جغرافيا، فلسفة، علم نفس، علوم، ديانات معارف عامة، علوم اجتماعية لسه حياة كمان أعرف دايما يقولك الشخص الفلاني توجهاته أدبية وده توجهاته علمية انت جامعتي ما بين الاثنين ما شاء الله وده رسالة أن التوجه العلمي لا يمنع أمدا أن الشخص يكون أديب وعنده أفكار أدبية عظيمة كمان بس فده كانت بداياتي وأنا لما شاركت في المسابقة تقريبا كانت نفس المعايير للمعلمين باختلاف إن احنا فيه لمت للكتب مش بس يعني على الأقل الكتاب يكون مئة ورقة مش أقل من ده طبعا بنتحدث لغة عربية فصحة ونحو سليم لازم نحو لأن أنا ملاحظ ما شاء الله ما خرج الألفاظ عندك شكرا لحضر ده كان أساسي في معايير المسابقة زي ما أستاذ خالد كمان تشرف وقال إن احنا قابلنا هناك متسابقين بيتحدثوا العربي الفصحة يعني بطلقة شديدة أنا كنت يعني أنا مش عارفة أنا سعيدة إن إحنا كمجتمع عربي وأخيرا رجعنا نتكلم مرة تانية بلغتنا الأم يعني أنا سعيدة جدا أصلا دايما الناس بتقولي الجيل بتاع دلوقتي مش مهتمة أصلا طب ما أنا الجيل بتاع دلوقتي دي ترجمة حقيقية لأن إحنا الدنيا لسه بخير عندنا ناس محترمة عندنا ناس بتقدر اللغة عندها الهوية بتاعتها موجودة فإحنا برضو الفكرة اللي إحنا أغدينها عن نفسنا يا مش حقيقية طبعا طبعا لا مصر فيها عظماء لكن بس وده كان دور المشروع اللي هو فعلا صلت الضوء على المواهب الموجودة في الجيل الجديد والشعب المصري اللي مش ظهر للعالم فرقت معك في إيه؟ هي القراءة يعني أنا مش بس بدأت مع المسابقة قراءة أنا القراءة بتقاها من صغري زي ما قلت فالقراءة طبعا بتخلي يعني أنا دلوقتي بتكلم مع حضرتك بالثقة دي وباللغة وبالطلاقة دي عشان أنا قرأت من أنا صغيرة ركس قلت سؤال إيه هي مفهومك عن المعرفة أو قل لي عبارة للمعرفة أو الثقافة الثقافة هي أن تعرف شيء عن كل شيء وأنا دلوقتي كده يعني أنا لو سألتني في أي مجال والحمد لله أنا يعني الرياضة أجاوب والله فلسفة وعلم نفس أجاوب علوم ديانات تاريخ جغرافيا الحمد لله فالقراءة تبقى دراساتي بتعمل إيها نظري ولا عملي يعني أنت تيب أحب الرياضة بقرة في الرياضة أو بقرة في الرياضة طبعا لا هل بتمرسي الرياضة هل بتتبع الرياضة أكيد كنت بلعى في كرة سالة وأنا صغيرة كمان أنا بتابع الرياضة طبعا أنا أهلوية متعصبة كمان بتابع كرة قدم وكرة يد كمان أنا بعزف بيانو وكنت بتعلم برمجة فترة من فترات حياتي فزي ما بقول لحضرتك هو الثقافة فعلا أنك تكون شخص مثقف أنك تكون عارف حاجة عن كل حاجة بدأت تنشور الوعي بالثقافة دي في قطاع كبير من زميلك أكيد أنا في كمية رسائل وأسئلة كل يوم يوميا بيخشوا يسألوني طبعا الفضل الأكبر كان للمسابقة لأنها عرفت الناس علي فبقى ناس كثير جدا بتطلب مني النصايح وإيه هي نصايحك للقراءة وإزاي وصلت للمستوى ده طب أنا ألخص إزاي إحنا كمان مطلوب مننا في المسابقة الشروط أن أنت أتلخص كتاب بس أنا كتاب 500 صفحة بتلخصه في 5-6 جمل فأنت لازم يكون عندك موهبة التلخيص دي موهبة في حدثتها وإزاي بتتكلمي بتلاقة إزاي وصلت للمستوى ده طب إحنا نعمل إيه طب نروح فين فطبعا أنا بدأت كمان أنشر في اتحاد الطلاب عندنا في الجامعة بدأت أن أنا أعرفهم بالفكرة المشروع وبدأوا ينشروا على صفحات الاتحاد وعلى صفحات الجامعة بحيث السنة الجاية إن شاء الله يكون عدد أتمنى أن يكون مش بس 3 مليون ونص نكون 23 مليون طالب مصري مشارك في المسابقة يا رب